يمكن اليوم السوق فاجأنا. كنا متوقعين أنه يكون فيه ارتفاعات مستمرة من بداية الجلسة وحتى نهايتها على خلفية مرور أحداث الثامن والعشرين من نوفمبر بسلام. ما الذي ضغط اليوم على السوق؟ ورأينا هذه التراجعات تطال المؤشرات الثلاثة كافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل كان التوقعات كلها بتشير إلى استمرار الأداء الإيجابي اللي شفناه يوم الخميس الماضي. على اعتبار أن اليوم الجمعة اللي كان البعض متخوف منه والتظاهرات اللي كان مزمعة إتمامها في هذا اليوم مرت الحمد لله بسلام. وبالتالي ما كانش فيه ما يدعو أن السوق يتراجع في جلسة النهاردة. ولذلك كانت التوقعات بتشير إلى استمرار الارتفاع. أما فيما يتعلق بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك واللي كان البعض بيتساءل برضو عن مدى تأثيره على السوق. أنا أصور أن تأثيره لم يكن هناك لا بالسلب ولا بالإيجابي. على اعتبار أن الموضوع انتهى خلاص. موضوع قديم. ما كانش له أي صدى قوي في الشارع. يعني ما كانش فيه اضطرابات قوية. وبالتالي ده ما عادش بالسلب على أداء السوق زي ما شفنا النهاردة. لكن الأثر الكبير اللي حصل للسوق النهاردة واللي أعتقد أنه هو منع صعوده. هو الهبوط الحاد اللي حصل في الأسواق الخليجية جراء استمرار التراجع الحاد في أسعار النفط وعدم اتخاذ أوبك لأي قرارات جديدة. طبعا الهبوط ده حتى ولو من الناحية النفسية أثر على المتعاملين. لأن بعض الأسواق العربية تفتح قبل السوق المصري. وبالتالي مع التراجعات الحادة اللي حصلت في بعض الأسواق في بداية التعاملات. 3% و4%. طبعا ده كله عمل نوع من التحفز والخوف عند المتعاملين. وده اللي أدى إلى أن يبقى السوق النهاردة أداءه متزبزب دون وضوح أو دون اتجاه واضح. في بداية الجلسة تراجع بحوالي 30 نقطة. ثم عاد تعويض خسائره بالكامل. ثم في نهايتها أغلق على تراجع ولكن طفيف. يعني في النهاية الحركة تقريبا عرضية ميلة للتراجع شوية. أعتقد إذا ما بدأت الأسواق الخليجية في التماسك. هو على الأقل في الارتداد لأعلى لتعويض جانب من الخسائر. هذا سيعود بالإجابة على أداء السوق المصري. وهيواصل للتفاع خاصة إذا ما استمر الوضع دون وجود أي اترابط أو صدى سلبي للأحكام التي صدرت بالأمس. نحن ننهي شهر أيضا أستاذ إيهاب اليوم مع نهاية شهر نوفمبر. وشفنا الفرق الكبير يمكن بتفاعل EGX30 مع بداية الشهر كان ارتفاع طفيف. مع مقارنة بـ 17 كان ارتفاعات بحدود ربع النقطة المئوية. ما هي توقعاتك لشهر ديسمبر؟ ونبدأ شهر ديسمبر هو آخر شهر من هذا العام. إلى جانب الأوضاع العالمية. ما هي الأمور الداخلية التي يمكن أن تؤثر على مسار السوق؟ أعتقد أن السوق حياميل إلى الحركة العرضية خاصة في مؤشر EGX30. مؤشر السبعين بعد الارتفاعات الكبيرة دي ممكن يبدأ يدخل فيه عمليات جانية أرباح. خاصة بعد اقترابه من المستوى مقاومة مهم جدا عن 653 نقطة. لكن ما أعتقدش أن هناك سعود قوي. حتى وإن حدث سعود ليس سيكون قوي جدا. ممكن يبقى لحد 9600 في مؤشر EGX30. ومؤشر 70 لذي ما قلنا لحد 650-653 نقطة. يعني ليس عشان تأفيل السنة المالية أو ما شابه. ولكن لا أنه لا يوجد بالفعل أخبار محفزة في الوقت الحالي. ممكن الأخبار تبدأ بقى مع اقتراب الاجتماع المزمع عن عقاده في مارس. أو ظهور ملامح للانتخابات البرلمانية القادمة. إذا ما كانت ستتم قبل هذا المؤتمر الاقتصادي اللي سيتم في مصر في مارس القادم. أم سيحصل إيه؟ إذا كانت الانتخابات ستتم بعده أو قبله. لكن الواضح أن الانتخابات ستكون قبل هذا المؤتمر. وبالتالي ظهور الملامح دي ممكن ده يبقى إلى حد ما هو أول بوادر الأخبار الإيجابية المنتظرة مع بداية العام المقبل إن شاء الله. لتخلي السوق يعاود التحرك فيه اتجاه الصعب الطويل الآن. طيب. شفنا قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة بآخر اجتماع له لعام 2014. الذي انعقد يوم الخميس. أستاذ إيهاب. بالتالي تثبيت أسعار الفائدة الآن. يمكن سيشكل نوع من الضغوط على عمليات تكلفة الاقتراض على الحكومة. وبالتالي هذا لا يتماشى مع توجه الحكومة. كيف ترى هذا القرار؟ وإلى أي مدى سيكون له تأثير على المشاريع الكبرى التي تقوم بها اليوم الحكومة المصرية؟ أمر منطقي وطبيعي جدا أنه يثبت. لأنه زي ما هيك عارفة. الخفض في أسعار الفائدة في الوقت الحالي. هيكون مخطرة كبيرة جدا. في ظل الارتفاع الذي حصل في أسعار الدولار عالميا بالذات. بالإضافة إلى المداربات الحادة التي حصلت مؤخرا بسبب رد وديع قطر. وبالتالي ده كان يؤدي إلى مزيد من الضعف في الجنيه. وده مش مطلوب الحقيقة في ظل الأوضاع الحالية. أما الرافع طبعا ده أمر مستبعد تماما. في ظل أن نحن مقبلين على مؤتمر اقتصادي عالمي. بنحاول نجذب فيه أكبر قدر من الاستثمار. ومش من المنطق إطلاقا أن نرفع أسعار الفائدة قبل مؤتمر بهذا الشكل. علشان نجذب لينا استثمارات. فبالتالي كان الأوقع هو التثبيت. وده اللي كان متوقع. وأعتقد أن احتمال كبير يكون مع بداية العام المقبل إن شاء الله في الاجتماع القادم. اللي هيكون فيه بداية 2015. يكون فيه تغير في السياسة النقدية تجاه التسهيل أو توسيع السياسة النقدية. بخفض في أسعار الفائدة. لكن الرفع أمر مستبع تماما. وأعتقد أنه خلاص اتخذت المخاطرة في اتجاه النمو. وبالتالي مش هيكون فيه رفع إن شاء الله في الأجل القريب. مع رد الوديعة بقيلنا 500 مليون دولار سيتم ردها خلال منتصف عام 2015. هل نتوقع لجوء الحكومة للإحتياطات لسد هذه الوديعة؟ أولا رح نهتمد من جديد على المساعدات الخليجية أستاذ إيهاب لسدها؟ الله أعلم. طبعا صعب التوقع لسه الفترة طويلة شوية. وقد يكون هناك تحسن إيجابي في وضع الاقتصاد المصري مع الرمع الأول من العام القادم إن شاء الله. وقد يكون هناك أمور إيجابية في المؤتمر الذي كلمنا عليه. وبالتالي ممكن ما يبقاش فيه لجوء لإحتياطي ويتكون معدلات سياحة حسنت. الله أعلم. لكن ما أعتقدش أن البنك المركزي ليس عامل حسابه على هذا الأمر. لأنه ما قلنا في البداية أنه هو ده اللي خلاه متحفز شوية في تحريك الأسعار الفايدة في الوقت الحالي تحديدا عشان الضغط على سعر العمد. شكرا جزيلا لك أستاذ إيهاب سعيد رئيس قسم البحوت بشركة أصول للتداول الأوراق المالية. كنت معي من القاهرة.